لا تزال تدعية تقرير مجلس الشيوخ حول أسريب التعذيب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتوالى فالتقرير كشف وبالتفصيل أن وكالة المخابرات CIA لم تقل الحقيقة كاملة بشأن ممارساتها مع المعتقلين بعد أحداث الحال 10 سبتمبر في السياق رصدت وصائل إعلام أمريكية ما قالت إنها أهم عشرة انتهاكات وثقها التقرير على رأسها أن 20% من المعتقلين حبسوا عن طريق الخطأ وأنهم ضلوا رهن الاعتقال لأشهر رغم إقرار الوكالة بأنهم كانوا ليعتقلوا أصلا أضف إلى ذلك أن الوكالة لم تكشف عن أعداد المعتقلين الذين تعرضوا للإهام بالغرق وأن العدد أكبر مما أعلن أو تسرب سابقا وعن طرق الاستجواب يقول التقرير إنها تصفت بالعدائية وإن المعتقلين كانوا يعذبون منذ اللحظات الأولى ومن دون توقف وأنهم كانوا يتعرضون للتعذيب بأكثر من طريقة وأسلوب بالتزامن كما يذكر التقرير جانبا آخر من أساليب التعذيب ألا وهو فرض التغذية عن طريق الشرج على بعض المعتقلين دون أسباب صحية تستدعي ذلك نقطة أخرى توقفت عندها وسائل الإعلام الأمريكية حيث تحدثت عن وفاة معتقل بسبب البرد القارس بعد تجريده من ثيابه وتركه في العراء لساعات طويلة طال التعذيب مخبرين تابعين للوكالة فقد رصد التقرير تعرض اثنين منهم للتعذيب قبل أن تكتشف حقيقتهم هل كان الرئيس السابق جورج بوش على علم بكل ما ذكر؟ يقول التقرير إنه لم يكن يعلم تفاصيل ما يجري داخل أرويقة الـ CIA إلا بداية من شهر أبريل عام 2006 أكثر من ذلك فقد كشف التقرير أن بعض محقق الوكالة هم من أصحاب السوابق القضائية ولهم سجلات في الاعتداء على الآخرين النقطة الأخيرة تتعلق بأعداد من اعتقل في مواقع السرية في أنحاء العالم حيث خلص التقرير إلى أن أعدادهم تفوق ما تسرب في السابق بكثير اشتركوا في القناة